أعتقد بأن الرسالة كانت واضحة خصوصا من خلال اللغة التي سيغى بها بلاغ الديوان الملاكي والتي أعلن فيها عن إعفاء السيد محمد بسعيد من وزارة المالية البلاغ قال بأن هذا تفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهو مبدأ دستوري إضافة إلى أنه يقول بأن الملك حريص على محاسبة كل من يثبت بأنه قصر في أداء مهامه مهما كان انتمامه السياسي وكذلك مهما كانت درجته الوظيفية هذه العبارة كانت واضحة حتى تقول أولا للنخبة السياسية وللأحزاب السياسية بأن ما أكده الملك في خطابته السابقة بأنه ملك لجميع المغاربة وليس ملك لأي حزب سياسي أو لأي تيار سياسي الآن صار مؤكد لأن الزلزال السياسي أو ما سمي بزلزال السياسي في المغرب والذي أدى إلى أعفاء عدد من المسؤولين الكبار قبل أشهر واليوم ما زال مستمرا بإعفاء محمد بسعيد ما زال مستمرا ويدرب مختلف الأطياف السياسية ومختلف المناصب سواء في المؤسسات العمومية وكذلك في الوزارات الرسالة كذلك قوية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ولحكومته بأنه الآن حان وقت الإنجاز وبأنه يجب معالجة العديد من الاختلالات لا أعتقد بأن سعد الدين العثماني يمكن أن يخرج الآن ويقول بأن الأمور تسير بشكل جيد لأن عدد من الإعفاء طلت وزارته وعمر حكومته الآن لم يقفل السنتين أو سنتين ويزيد وبالتالي فيجب إعادة حساباته اليوم تعلن الحكومة بأنه لن تكون هناك إجازة للوزراء وبأنهم يجب أن ينتقلوا للعمل من أجل تفعيل مضامين الخطاب الملكي الأخير لأنه الملاحظ خلال الخطاب العرش الأخير بأنه سرعة الإنجاز بداية باستقبال الملك لكل موالي بنك المغرب ورئيس المجلس أعلى للحسابات وبعد ذلك ترأسه لمجلس وزاري مسغر من أجل الوقوف على العديد من المشاريع الخطاب الملكي كان واضحا من خلال ضرورة وضع سقف زمني لكل البرامج خصوصا فيما يتعلق ببرامج استثمار لأن بنك المغرب ركز على مهمة وهي تشجيع الاستثمار نعم عن مسألة الخطاب بعيدة العرش ولكن اسمح لي سيد أيوب لماذا لم يستخدم سعد الدين العثماني بنفسه هذا المبدأ مبدأ رط المسئولية بالمحاسبة هل بالفعل يميل إلى الحسابات الانتخابية والأغلبية الحكومية على نصوص الدستور؟ وأعتقد بالفعل بأن الحسابات السياسية دائما حاضرة وخصوصا بأن سعد الدين العثماني منذ توليه منصبه وهو يتولى مهمة إطفاء الحرائق التي تشعل في أغلبيتهم من أجل القول بأن الأغلبية الحكومية هي متماسكة وبأنها تنفذ البرنامج الحكومي على أحسن ما يكون ولكن هذه الإعفاءات تؤكد بأن هناك العديد من المشاكل التي يجب الوقوف عليها ويجب تعامل معها بسرامة لأنه مثلا بالنسبة للوزير محمد بوسعيد عندما جاء لقبة البرلمان ونعت من انخرط في حملة المقاطعة بالمداوخ كانت هناك حملة غضب شعبية على الوزير ومع ذلك فرئيس الحكومة لم يقم بأي مبادرة على الأقل للاعتدار للشعب المغربي أو على الأقل من أجل تنبيه وزير المالية لدينا وزير آخر لحد الآن قدم استقالة ولم ينظر فيها وهو وزير الحكامة والمنتمي لحزب العدلة والتنمية وهو أيضا كان قد قام بالاحتجاج إلى جانب الشركة معنية بالمقاطعة أمام البرلمان في سلوك غير مسبوق وهو أيضا ما أدى إلى تأجيج الغضب المنخرطين في حملة المقاطعة وبالتالي في الحسابات السياسية وكذلك الحسابات الانتخابية والتوازنات والرغبة في المحافظة على الأغلبية الحكومية أكيد حاضرة في تعامل سعد الدين العثماني مع وزرائه خصوصا وزراء بعض الأحزاب الذين يعتبرون أحزاب لها قوة داخل الأغلبية الحكومية